وفي رحابه الطاهر بدأت رحلة البحث الثانية في المخزون التراثي الكبير لفكر اهل البيت عليهم السلام وفي مساء يوم الخميس الموافق للعشرين من ذي الحجة وعلى قاعة الامام الحسن عليه السلام انطلقت فعاليات اسبوع الامامة الدولي الثاني الذي تقيمه الامانة العامة للعتبة العباسية المقدسة تحت شعار النبوة والامامة صنوان لا يفترقان وبعنوان منهاج الامة عليهم السلام في تربية الفرد والامة هذا المؤتمر الكريم الذي حرصنا ان نجمع جميع البحوث في هذا الاسبوع اسبوع الامامة باعتبار ان مركز الامامة يبدأ من امير المؤمنين يبدأ من علي عليه السلام وينتهي بالامام المهدي سلام الله عليه ففارضين المؤتمر وفق هذه الرؤية يعني البحث او المؤتمر ليس مؤتمرا لبيان الفقه الخلاف او كلام الخلاف كراءات محترنة والاروق العلمية والحوزات والمعاهد العلمية بحثت عن هذا الامر كثيرا ولا زالت تبحث وألفت الموسوعات والكتب الى الان وهذا كله له مجاله حديثنا فارضين اننا فهمنا من هذا اليوم المبارك هو الامر لامير المؤمنين عليه السلام وتنصيب امير المؤمنين وهو اولى بنا من انفسنا كما كان النبي صلى الله عليه وآله اولى بنا من انفسنا وهذا هو الذي صدره النبي صلى الله عليه وآله فالمهنأ هو النبي صلى الله عليه وآله لأن الآية تقول والله يعصمك من الناس واستمرت فعاليات الأسبوع على مدى ثمانية أيام متنقلة بين ربوع المؤسسات الفكرية والثقافية والتعليمية للعتبة المقدسة نشكر المرجع الأعلى آية الله الأزمة السيد السيستاني سلمه الله تعالى والأفاضل والأعز في الأتبة العباسية المقدسة لتشكيل هذا المؤتمر العظيم سيما سماهة آية الله السيد أحمد الصافي دامت بركاته أعتقد أن تأثير هذه المؤتمرات في العتبة العباسية جدا مهم من أجل أن تنقل الحكمة من الشيعة إلى بلدان أخرى وإلى العالم أجمع على سبيل المثال أنا أتيت من ألمانيا والآخر أتى من أمريكا نأخذ معا شيئا ونرجع إلى بلداننا ونتحدث به هذا المؤتمر في الحقيقة هو عبارة عن فرصة تاريخية وحضارية وفرصة مهمة يمكن أن تعتبر منطلق لكي يبدأ الباحثون بالتركيز على دراسة وبحث وفحص وتنقيب هذا التراث الغزير والغني بمفاهيمه والواسع بأبعاده عندنا في قارة السمراء يعني من خلال هذه المؤتمرات نفهم والناس الكثيرون أن يتفهمون ويستبسرون من خلال هذه المؤتمرات من مؤتمر الإمام علي عليه السلام وإلى مؤتمرنا هذا في اليوم الثامن وهو مسك الختام والذي يختص بالإمام الحجة بن الحسن عليه السلام كان بينهما عشرة مؤتمرات عقدت تباعا مسلطة الضوء على الأنوار المحمدية نور بعد نور وقد شهدت هذه الأيام ولادة أكثر من بحث رصين أنجبته أقلام حوزوية وأكاديمية عملت على إثراء المكتبة الإسلامية بشذرات من سير الأئمة عليهم السلام وفقرؤا عصرية جديدة وبأفكار كانت معظمها أبكارا أنا أعتقد أن كربلاء قد تغيرت كثيرا وأصبحت جذابة للناس في أنحاء العالم الذين يودون الزيارة وأيضا الذين يسعون للعلم وأصبحت مركزا للحوار بين الأكاديميين وبين العلماء من الحوزة في النجف ومن الرائع أن ترى أن العتبة العباسية قد وفرت منصة للإنخراط في مثل هكذا حوار لقد ذهجت وأذهلت من كل الأشياء الإيجابية في هذا المؤتمر من التنظيم، من الإقامة، من الإيواء، من كل شيء في كل عام وفي كل مناسبة أجد أن العتبة العباسية ترفع مستوى الأداء والتمييز كما تضمنت أيام أسبوع الإمامة فعاليات متعددة أخرى بدءا من تكريم مجموعة من الشخصيات التي لها الأثر البارز في الساحة العلمية والتي تختص بموضوع الإمامة مرورا بمعرض للصور وورش فكرية فضلا عن مؤتمر أسبوع الإمامة باللغة الإنجليزية وأمسية قرآنية وجلسات بحثية نسوية وصولا إلى إعلان النتائج الخاصة بالمسابقات الشعرية والقصصية والتصوير الفوتوغرافي وتكريم الفائزين أدعو كل المسلمين لمعايشة هذه الروحانية بجوار مراقد ومشاهد الأئمة عليهم السلام أنا أعتقد أنه لسوء الحظ الناس في أوروبا لا يعرفون عن العراق وأن صورة العراق قد شكلت من قبل الإعلام وأنا أعتقد أن من الرائع أن العتبة العباسية تدعت هؤلاء الأكاديميين وأنا أقترح عليهم أن يدعون الكثير من الأكاديميين من الغرب إلى كربلاء لكي يجربوا كربلاء ويجربوا العراق وأن يروا العمل الكبير الذي العتبة تفعله أود أن أقول للجميع تعالوا إلى هنا وشاهدوا كيف يعيشون الناس الشيعة وأنه جدا مهم على سبيل المثال أن أكثر المسلمين في ألمانيا هم من السنة وأنهم بعيدين عن العراق ولا يعلمون عن الشيعة الشيء وعندما يأتون إلى هنا سوف يكونون سعداء ويكونون ممنونين لكل شيء نحن متعودون على هذه الأجواء وهذه الحفاوة وهذا الاستقبال وهذا التنظيم وهذه الروعة من العتبة العباسية والله مشاعر ينتبه إحساس بالتخديم كل الشكر وكل الإعزاز وكل التقدير أولا لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وده يعني مش غريب على أهل العراق ما رأينا إلا جميلة ما رأينا إلا الأشياء الإيجابية الحق ولله الله وكل الإخوة اللي معي فيها التونسي أقجزائي اندهشوا من التنظيم المحكم المحكم والذكيخ ونشكر الله تعالى بوجود مثل هذه العتبات ومثل هذه الأأمال التي تقيم به يعز علينا الفراق لكن حال هذه الدنيا يقتضي بأن تكون لكل بداية نهاية وها نحن وإياكم أحبتنا ضيوف أبي الفضل العباس عليه السلام وصلنا إلى آخر يوم من أسبوع الإمامة الدولي الثاني على أمل اللقاء بكم في النسخة الثالثة من أسبوع الإمامة الدولي أصعد الله مساءكم بالخير والعافية والبركة حياكم الله أهلا ومرحبا بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبهني ولم يجعلني من الغافلين في حضور أصحاب السماحة والفضيلة من العلماء والشخصيات العلمية والأدبية والباحثين وأصحاب العلم وأنا أقف هنا استدركت متذكرا قول الله سبحانه وتعالى يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لذا لا بد وقبل البدء بشكل رسمي أن أنحني منزاحا بشكل قليل عن هذه المنصة لأنحني لكم إجلالا واحتراما وأقبل أن أطلب العذر والسماح لأن أقف مبتدئا الحديث أيها الكرام أيها الأحبة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق وصل اللهم على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وعلى آله السادة الأمجاد أتحفن الباري بآل المصطفى كان مفتاح ولا حب الوصي وبعده أبناؤه أهل العبى خيرة أهل الأرض أبناء علي فصار كل الخير في ذكراهم صل عليهم فهم آل النبي لقاء الحب النابع من شلال غدير الولاية يحين الآن لينبلج النور من أرض الحسين معلنين ختام مسك أسبوع انطلقت نسائمه عبر هذا الصحن العظيم وبين الكفين اللتين ما زالتا تصفعان وجدان الإنسانية مذ سقطتا إلى السماء اليد التي ما زالت نياشينها مطبوعة في القلوب كأعظم لوحة رسمت من قبل يد القدرة لتجسد الوفاء وها أنا متوسل في كنفها يا أبا الفضل عدني إلي فليس لي من موطن وقبل فمن في أرض جودك ينزل على حب الآل تجمعنا وفي فكرهم الوضاء كتبنا ولأجل فهم تراثهم العظيم تباحثنا فاستمعنا واستمتعنا ومن الثواب الجزيل جمعنا فكانت أيامنا الماضية نورا أوقدت سراجه العتبة العباسية المقدسة وهي تنظم أسبوعا ممهورا بأسماء أئمتنا عليهم السلام فتبزغ الرحمة في الأرجاء وتسري في القلوب البشراء ويكون عبق تجمعنا دواءا لما تحمل النفوس من أدران الداء فنضع فاصلة عمر مضى ونستأنف سطرا جديدا نبدأه بكلمات الحب الحقيقي لمن يستحق كل الحب من علي عليه السلام ولأنت أروع أن تكون مجردا فلقد يضر برائع تثمين إلى الولي القائم عجل الله تعالى فرجه الشري مالئ وحدتنا بأنفاس وجوده دليل الفراشات إلى مصدر النور وحي سنابل الحنطة في الزمن الشحيح مولانا القائم المنتظر اللهم عجل لوليك الفرجة والعافية والنصر واجعلنا من المنتظرين الحقيقيين المستشعرين دفء وجوده أينما كنا هذه فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني الذي أقامته العتبة العباسية المقدسة نعلن الآن ختاماً ختاماً فعالياته نبتدأ ترحيباً أيها الكرام واستئذاناً من حضراتكم جميعاً أبدأ الترحيب والاستئذان من سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة السيد أحمد الصافي الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة أعضاء مجلس الإدارة الموقر رؤساء الأقسام في العتبة المطهرة معاونيهم وإلى جميع خدام أبي الفضل العباس المتنعمين بهذه النعمة الفضيلة الكبيرة وباسم الذين عددت أسماءهم جميعاً أبعث ترحيبي لكل ضيوفنا الأعزاء الذين حلوا في هذا الرحاب الطاهر في كربلاء المقدسة وفي صحن المولى الهمام العميد العظيم أبي الفضل العباس سلام الله علي وأشكرهم جميعاً لحضورهم وأيضاً لما قدموا وبذروا من غرس في أسبوع الإمامة الدولي الثاني أيها الكرام أيها الأحبة أيها الأساتذة أصحاب السماحة والفضيلة قبل كل الكلام لا بد أن نقدم خيره وأفضله وأجمله كلام الله المجيد نبتدئ حفلنا بتلاوة آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الأستاذ حيدر محسن البزوني استقبلوه محفوفاً بعدد الملائكة الذين يحصون فضل الصلاة على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا ذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ نَعَابِدِينَ ولقد كتبنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا ذَا لَبَلَاغًا ولقد كتبنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِيهَا ذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالِينَ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفِي نَعَيْبِ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفِي نَعَيْمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظَّارَةً نَعَيْبِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ صدق الله العلي العظيم اللهم صلي وسل وآله الأطهار اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة دائمة نامية لن قطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها أحسنت وبوركت وطيب الله أنفاسك يا حيدر فأنت قد مزجت بين حيدر وعنين تلاوة الآيات المباركات وإحساسها وبين روحك البلاء وما في جنباتها وجلوت صدأ القلوب فعن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قراءة القرآن والقارئ والمستمع في الأجر سواء جعلكم الله جميعا من خدام الثقلين الطاهرين إن شاء الله إلى فتيان الله السمر وشيوخه البيض الذين خرجوا من أجسادهم ليسلكوا طريق الدم ومرتقيات الشهادة إلى الذين صالوا باسم الحب المقدس لكن يد الحب أقوى حين تنتصفه الذين استنفروا دمهم لأجل الدين والعقيدة في كل شبر من الوطن العظيم على مسافة موت أحمر وقفوا وعن وجوه تفشى زهوها كشفوا هم لونوا الشفق الفضي من دمهم واذخبأوا بجيوب الأفق ما نزفوا ما نحن إلا بقايا من تنهدهم ما نحن إلا بقايا من تنهدهم الآن تكتبنا أسماء من حذفوا أيها الكرام أيها الأحبة إلى أرواح الطاهرين من الشهداء ومن الذين رحلوا وهم يخدمون الدين والعقيدة إكراما وإجلالا وإكبارا واحتراما وتقديرا لأرواحهم نقف لقراءة الفاتحة ويبقى على قدم الاحترام والإجلال الوقوف لنؤدي بعدها واجب التحية للمولى الهمام ونستمع لنشيد العثبة العباسية المقدسة نشيد الإباء ترجمة نانسي قنقر تذل المنايا ولا تستكي عبى الفضل يا فارسا لا يلي تذل المنايا ولا تستكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت العباء وقد كنت جيش الفدال الحسين وقد كنت جيش الفدال الحسين فسلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا بالأمير المؤمنين والفاتحة التي قرأتمها جعلها الله واصلة إلى قبور من ذكرنا تقشع التراب وتدخل رحمة ونورا إن شاء الله أجدد الترحيب بحضراتكم بنور وجوهكم باسم العتبة العباسية المقدسة وما أجمل أن يكون السلام باسم مولى السلام وباسم المولى الهمام وإذا ذكرنا اسم العباس عليه السلام يعني أن السلام والحنين قد دخل القلوب وكما يقول الشاعر الشعبي إذا مر على الورد يمشي الفراش ياه يبقى الورد قول قاع لازمت هكذا هو حنين المولى بالفضل العباسي سلام الله عليه أيها الكرام لا أطيل الكلام وأحول خير الكلام إلى كلمة اللجنتين العلمية والتحضيرية وأيضا خلاصة ما جاء في هذا الأسبوع أسبوع الإمامة الدولي الثاني والتوصيات يقرأها ويتلوها الأستاذ الدكتور كريم ناصح الخالدي فليتفضل مشكورة شكرا لكم يقوم بوضيع لحد تحضير هذه الحديقة أحضر تحضير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سماحة العلامة الجليل المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزك السيد المبجل محافظ كربلاء المقدسة دام توفيقك السيد رئيس مجلس المحافظة دام توفيقك السيد الجليل أمين العتبة العباسية المقدسة دام توفيقك السادة أعضاء مجلس الإدارة دام توفيقهم أيها العلماء والعالمات الفضلاء والأساتذة والأستاذات الفاضلات دام عطاؤكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ها نحن نضع رحالنا عند أعتاب المحطة الأخيرة من رحلتنا الإيمانية في فضاء القداسة والطهر في رحاب الإمامة التي نهلنا من نبيرها العرض واستنارت صحائفكم بنورها البهي على مدى أسبوع زخر بالبحوث والحوارات العلمية العقدية والتربوية وكانت حصيلتها فيضا معرفيا نافعا من تراث أئمتنا المعصومين عليهم السلام وأنوار قدسيتهم وما زالت حقولنا وقلوبنا عطشا إلى دفق هذا الفيض الرباني لكنها الحتمية التي تقضي بأن يكون لكل مسير قصد ونهاية نستريح فيها انتظارا لطواف آخر في عامنا القادم إن شاء الله فلا نملك إلا أن نختم هذا الأسبوع بحصادي سنابله فاسمحوا لي سادة الأجلاء بأن أضع بين أيديكم البيانة الختامي لهذا الأسبوع المبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بلا أول كان قبل والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين النبي الأمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فمن أرض ضمت جسد الحسين عليه السلام وشذاه واشتملت على كفي أب الفضل العباس عليه السلام وضياء من موضع اختلاف الملائكة الكرام ومقصد العلماء الأعلام من كربلاء وعبيرها وتحت شعار النبوة النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان انطلقت فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني في العشرين منذ الحجة عام ألف واربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق السابع والعشرين عام الفين واربعة وعشرين وبرعاية مباشرة من المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة الجليل السيد أحمد الصافي دام عزه وبتظافر جهود ملاكاتها كافة وبرؤية علمية وعملية وسم موضوع هذه النسخة بعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة لإنعام النظر من العلماء والباحثين في تراث المعصومين عليهم السلام أحاديثهم وأفعالهم ووصاياهم وسيرهم وسبل معالجاتهم لمشكلات المجتمع التربوية بفئاته كافة فكانت الحصيلة عشرات البحوث والدراسات القيمة التي كشفت جوانب مهمة في هذا الموضوع ذي المساس المباشر بحياة الفرد والأمة وها نحن اليوم في قتام بادئة نسأل الله أن يتقبلهما وما بينهما بقبول حسم قال تعالى وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ أيها العلماء الأفاضل يتحرك العالم على وفق قوانين وأنظمة ضابطة لحركيته على مستوى التنظيم الطبيعي لظواهره وعلى مستوى إدارة علاقات الفرد والأمة بالخالق القيوم المتقن لصنعه من جانب وبنفسه ومحيطه وبيئته من جانب آخر وجعل لذلك أدلة وحججا إذا خلت الأرض منهم ساخت فكانت النبوة من قوانين سير البشر الضامنة لضبط علاقة الفرد بربه وبما يحيط به ومن بعدها كانت إرادة الجعل الإلهي ممثلة بمفهوم الإمامة بوصفه قانونا من قوانين إحكام الكون فهي ليست مفهوما سياسيا وإداريا فحسب بل أمر إلهي تكويني حمله الله تعالى مسؤولية الهداية بأمر الله تعالى بموجب قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وما الهداية إلا نظام تربوي قائم على تطبيق النظام الأمثل الذي يعالج واقع الإنسان والارتقاء به إلى مستوى المثل الإسلامية التي أقرها الله تعالى وقد اتبع الأئمة المعصومون عليهم السلام في سبيل إنقاذ البشرية من حبائل الشيطان ومزالق النفس والهوى وسائل متعددة وآليات متنوعة لتربية الفرد والمجتمع على وفق تنوع الظروف التي عاشوها إلا أن همهم الأساس يتلخص في جعل الإنسان مهتدياً وهادياً في الوقت نفسه مرتبطاً بمنظومة القيم الإلهية التي بموجبها استحق الخلافة إني جاعل في الأرض خليفة وقد أخذت البحوث في مؤتمراتنا المباركة على عاتقها دراسة سير الأئمة المعصومين عليهم السلام ومروياتهم وما أثر عنهم ومتابعة ذلك في ميدان التربية وقد توصلت هذه البحوث إلى جملة من النتائج منها أن مفهوم التربية عندهم عليهم السلام يبدأ من قبل مرحلة الزواج تأسيساً على تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس وتستمر عملية التربية والتوجيه فيما بعد ذلك مروراً بمرحلة الأجنة إلى حين الممات هذه الأمور وغيرها تدفعنا إلى تلمس معالم الهدي التربوي في إرثهم وترافهم سلام الله عليهم ومما أفرزته البحوث العلمية المشاركة أن توجيهات الأئمة المعصومين عليهم السلام التربوية كانت تستند في أسسها إلى كتاب الله الكريم وآياته المباركة ومفاهيمه الشريفة في بناء شخصية الإنسان وإرشاده على مستوي التفكير والسلوك ليتعاطى مع الموجودات المتعددة ويتفاعل معها تفاعلاً إيجابياً تنموياً على وفق معايير الاعتقاد والتشريع وكان محور اهتمامهم هداية الإنسان إذ إن وصايا الأئمة المعصومين عليهم السلام وإرشاداتهم انطلقت من أنفسهم بوصفهم قدوة وأسوة وانتهت بالأفراد والأمة فأعطوا ما أعطوا لله تعالى وبذلوا جهودهم في سبيل هداية المجتمع الإنساني ومن أي موقع كانوا سواء في موضع الولاية والسيطرة سياسياً وإدارياً على نحو منهج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بناء الفرد والمجتمع أم في موضع المظلومية على نحو منهج سائر الأئمة عليهم السلام وقد اقتضت الظروف بلحاظ البيئة الاجتماعية والسياسية أن تتنوع وسائل التربية فقد تكون بالصلابة والمواجهة تارة وباللين والمحاورة تارة أخرى وبالمحاصرة والغيبة تارة ثالثة أو غير ذلك أما الخطاب التربوي فكان مميزاً بخصائص متنوعة أيضاً على وفق خصائص الفئات المستهدفة وهو أمر بالغ الأهمية وله تأثير في حصول الأثر المتوخى من الخطاب فتارة يبين أهمية الأمر التربوي وتارة آثار الالتزام به وعدمه وتارة العناية بالشروط والمقومات وغير ذلك فالأئمة عليهم السلام على الرغم من إقصائهم ومحاربتهم كانوا يتحملون باستمرار مسؤوليتهم في الحفاظ على الرسالة وبيان ثوابتها الإسلامية وتحسينها وفي الختام لا بد من كلمة شكر وحمد وثناء لله تعالى الذي أنعم علينا ويسر لنا عقد هذه المؤتمرات وإلى النبي الكريم وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين والشكر موصول إلى العلامة الجليل سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه الذي كان السبب الرئيس في بذر هذه الفكرة ورعايتها لتكون شجرة مثمرة أصلها في كربلاء وفروعها في سائر أنحاء المعمورة والشكر أيضا إلى السيد الجليل الأمين العام والسادة أعضاء مجلس الإدارة في العتبة المقدسة لمتابعتهم الحفيفة ولأقسام العتبة واللجان العلمية التي لم تتدخر جهدا في سبيل إنجاح أسبوع الإمام الدولي بنسخته الثانية وشكرا جميلا وأجرا جزيلا للباحثين الكرام الذين أسهموا في إنجاح هذه المؤتمرات وإثرائها التوصيات أوصل مشاركون في إسبوع الإمامة بالتوصيات الآتية الأولى تأكيد المشاركين في مؤتمرات إسبوع الإمامة الدولي الثاني ما جاء في توصيات إسبوع الإمامة الأول الدولي الأول بإعداد بيبلغرافيا خاصة بما يتعلق بموضوع الإمامة والأئمة عليهم السلام ولا سيما البحوث المشاركة في إسبوع الإمامة الدولي بنسخه المتعددة وتصنيفها على وفق حقول المعرفة وإصدار ذلك بكتاب خاص يحدث سنويا الثانية أن تستعدث المؤسسات التربوية والتعليمية وسائل تربوية جديدة لترسيخ المفاهيم والقيم الإسلامية في تربية الفرد والمجتمع بحسب ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتراث الأئمة المعصومين عليهم السلام وتسخير ما يمكن تسخيره من الوسائل التربوية والتعليمية والإعلامية المتاحة والجوانب الفنية الهادفة التي تتلاءم ومتطلبات العصر وتناسب تفكير النشء الجديد من الفئات المجتمعية ويكون ذلك بالتنسيق مع المراكز المتخصصة الثالثة إلاء الجانب التربوي الأهمية القصوى بوصفه الجانب المستهدف من الرسالة السماوية وضرورة تفعيل الأنشطة التربوية في المؤسسات التربوية الرسمية والآلية وتنسيق الجهود مع العتبة العباسية المقدسة بما يتناسب وتحديات العصر الحديث الرابع تشكيل لجنة علمية تربوية استشارية لإعداد الموضوعات التربوية الهادفة واقتراح العنوانات الرصينة على وفق خطة استراتيجية وإتاحتها لطلبة الدراسات العليا في الجامعات العراقية وغير العراقية الخامسة مفاتحة المؤسسات الرسمية التربوية والإعلامية بغية تنسيق العمل التربوي المشترك بين العتبة المقدسة وتلك الجهات بتقديم المادة العلمية والإعلامية الهادفة وذات الأبعاد النافعة مجتمعيا وكيفية تسويقها إلى المجتمع السادسة إقامة الندوات والورش التربوية القائمة على أسس علمية مستمدة من ترافي أهل البيت عليهم السلام تستهدف المعلمين والمدرسين والأساتبة الجامعيين والمعنيين بغرس القيم التربوية في الأجيال الناشئة السابعة السير في الإرشاد التربوي في ضوء مرويات الأئمة المعصومين عليهم السلام ومقولاتهم لتطوير أساليبه ومناهجه تحقيقا للإصلاح في تفكير الفرد وسلوكه وفي مسارات بناء المستمع الثامنة تشكيل وفد علمي لزيارة الجامعات العراقية والمراكز البحثية من أجل التعريف بإسبوع الإمامة موضوعه الأساس وأهدافه تشجيعا للباحثين وتحفيزهم على المشاركة في نسخه القادمة التاسعة ضرورة العمل على ربط المجتمع بأهداف تربوية سامية يسعى من خلالها إلى الوصول إلى الارتقاء بالنفس والمجتمع لتحقيق ما يصب إليه الأئمة الأئمة عليهم السلام ولا سيما الإمام الغائب عليه السلام العاشرة حث المؤسسات العلمية الحوزوية والأكاديمية على إيلاء توقيعات الناحية المقدسة الأهمية الكبرى بالدراسة وتسليط الضوء على مضامينها التربوية والعلمية بوصفها خطابا مباشرا للمجتمع من إمام الزمان حجل الله فرجه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشكر الجزيل والثناء الجميل للأستاذ الدكتور كريم ناصح الخالدي على ما تفضل به وفي الحقيقة أن الحروف تقدم بعضها أمام هذا السرد المتدفق الجميل ونحن نذكر محمد وآل محمد صلوا عليهم وسلموا تسليما أيها الكرام وما زلنا ندور في فلك الإمامة ومصداق الإمامة الحقيقي بيننا لكنه مغروم بالرحيل آخر بقايا النبوة لابد أن نذكره ندبة ودعاء بأن يعجل الله فرجه ويسهل مخرجه وينعم علينا به يا رهيف الطبع ماذا تطلب شق ما يلقى الكسير المتعب هي دنيا أرقت يا حب ذا رحمة منك إلينا تقرب يا رحيم القلب عانق شوقنا فلقد والله أعيان المنا هات ما عندك من كأس الثنى تحتسي منه قلوب تجدب أيها المشرق في جم الظلم أيها المشرق في جم الظلم يا حمان نجنا من كلهم فيها العرب هداهم والعجم فلماذا يا ترى تحتجه اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ووفقنا لأن نكون في ركبه من المنتظرين لقدومه اللهم آمين أيها الأحبة أيها الكرام كلمة الوفود المشاركة يلقيها فضيلة الشيخ مصطفى مصر العاملي دامت بركاته من مجلسه إلى المنصة زفوه بالصلاة على محمد وآل محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سلام عليك يا سيد الشهداء سلام عليك يا رمز الفداء وحامل اللواء سلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات السامعون والمستمعون والمشاهدون والمتابعون ورحمة الله وبركاته بداية وبعد أن استمعنا إلى العريف المفوه وقارئ القرآن المميز والدكتور العزيز الذي قدم وأدحفنا بما أدحف أستطيع القول أن ما كنت أرغب بالحديث عنه قد تبدلت أولوياته في ذه بالنسبة للعريف بداية لقد أتقن الإلقاء وكان لديه سبك من المعاني أستطيع القول أنه من أفضل من استمعت إليهم كعريف في كل هذه المؤتمرات خلال هذا الأسبوع أما قارئ القرآن فله جانبان فيما قرأ أولاً حسن اختياره للآية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا بما يرتبط بالموضوع الذي نتحدث عنه والذي أعطى رونقاً آخر حيث دخلت معاني الآيات إلى القلوب من خلال اللحن الذي كان يقرأ به وهو هذا اللحن الحزين المؤثر الذي أعاد لنصف قرن إلى الوراء هذا النمط من القراءة التي تدخل إلى القلوب مباشرة دون أن تقف عند الآذان إنها القراءة المحببة بل أن بعض النصوص الواردة عن أئمتنا عليهم السلام تحث على هذا النمط من القراءة أما الدكتور العزيز الدكتور كريم فقد جمع وأوعى وبين وفصل ولم يترك لأحد شيئاً من الكلام بعدما تقدم به وبينه لذا اسمحوا لي أعزائي أن أتناول بعض الجوانب الأخرى بداية أقول اعتاد المتحدثون والباحثون والمتكلمون أن يصدروا كلامهم بتقديم الثناء والشكر والامتنان لسماحة المتولي الشرعي والسيد الأمين العام والإخوة الأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم في مقدمة كل بحث أو في كل كلمة أقول وإن كان هذا هو أمر حسن وجميل ويستحقونه إلا أنني أقول شيئاً آخر أقول شيئاً آخر وهو أنهم يقومون بواجبهم وبالتالي فهم يستحقون الثناء والشكر ممن يعملون تحت اسمه وهو قطيع الكفين أبو الفضل العباس فثناؤهم وثوابهم منه لا مننا نحن نعم نشكر الله أن قيض لنا هؤلاء الإخوة الأعزاء الذين يقومون بواجبهم لنكون في هذا الأسبوع معاً هذا الأسبوع الذي أستطيع القول أنه من أغنى الأسابيع أثراً وثماراً لمحتواه من مضامين أشار إلى جانب منها الدكتور كريم نحن الآن في حفل الختام لأسبوع أقول أن هذا الأسبوع المتميز من عمر الزمن أخذنا إلى حكاية الحياة الأولى التي ترسم مسار حياة البشر أخذنا نحو ثلاثة أبعاد البعض الأول ما يرتبط بالتوقيت التوقيت الزمني التوقيت الزمني الذي اجتمعت فيه إحياء ذكرى ثلاث مناسبات ذكرى يوم الغدير وذكرى المباهلة وذكرى التصدق بالخاتم هذه الذكريات الثلاث اجتمعت في مناسبة هذا الأسبوع لتأخذنا إلى عمق التاريخ إلى عمق ما ترمز إليه كل واحدة من هذه العنوين الثلاث أخذتنا نحو البعد العقائدي البعد العقائدي الذي يكرس مفهوم عنوان الإمامة كأمر إلهي أوجبه الله تعالى على العباد وهو ما ابتدأ به قارئ القرآن آيته الكريمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هذه هي مكانة الإمامة ومقام الإمامة التي أتت رتبة أعلى من الرتبة التي منح الله تعالى لنبيه وخليلي إبراهيم عندما قال إني جاعلك للناس إماما هذا البعد هذا البعد العقائدي أتوسع في ذلك هذا يجعلنا أن نقول أننا نحن الآن لسنا في ختام أسبوع وإن كان بالمقياس الزمني نقول أننا نحن في اليوم الثامن نحن نستطيع أن نقول نحن في بداية محطة في رحلتها الثانية في رحلة تأخذنا إلى العمق الذي تشير إليه هذه المعاني وهذا ما يستوجب من الجميع من القيمين من الحاضرين ليس فقط الوقوف عند الآثار التربوية التي فصل بها جناب الدكتور بل إلى ما هو أبعد وأعمق وأعمق إلى ما يأخذنا إلى فلسفة الحياة وعمق العقيدة التي تمثلها الإمامة والتي جمعت في أبحاثها ما يرتبط بالآئمة الاثنى عشر خلال هذا الأسبوع لن أتوسع أكثر لأن عندما سألت كم الوقت قال الأخ العزيز الحج جواد خير الكلام ما قل ودل أكتفي بما قلت ولكن اسمحوا لي بشيء أمرره في هذه الساعة بلغني قبل صعودي أن هناك أخا عزيزا له فضل عليه الآن في مراسمي تشيعه له فضل علي بأن أنقذني يوما من الغرق إلى روحه وأرواح أمواتنا جميعا وأرواح الشهداء جميعا نهدي ثواب سورة المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم وتفضلتم وتفضلتم فضيلة الشيخ مصطفى مصر العامل دامت بركاتكم وفي الحقيقة لا أستحق ما ذكر فأنا بالنهاية تلميذ ما زلت أحبو بين يدي العلماء وابن يتربى على أيدي آبائه هو متعلم على سبيل نجاة فالشكر الجزيل لما تفضل به في الإطراء أيها الأحبة أيها الأكارم أجدد الترحيب لكم جميعا ولحضراتكم ولصفاتكم ولأسمائكم أصحاب السماحة والفضيلة والعلم من الأساتذة والعلماء يتحرك الترحاب شوقا في دمي ويدق قلبي بل ويشرق مبسمي أهدي عيوني كي تفي ترحابكم هذه ترحب علي الفاطم أيها الأكارم قبل الشعر العمودي لا يمكن لنا أن نطيل الكلام لنترك المساحة كاملة لمعانيه فإن من البيان لسحر ومن الشعر لحكمة كذا يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيات السحر والحكمة لأستاذ علي الصفار استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أيها الحفل الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وأبدأ قائلا على نهج الهدى أفنيت عمري على نهج الهدى أفنيت عمري وفي أفق المودة طاب نشري وهذا اليوم أنظم فيه شعري لأسبوع الإمامة والولاية على نهج الهدى وكلام ربي ملا أمر السماء فضاء قلبي لآل المصطفى أخلصت حبي وهذا ديدني منذ البداية على نهج الهدى عند الكفيل تلاقى من تحصن بالدليل وكل جاد بالقول الجميل بفضل الآل أصحاب الوصاية على نهج الهدى جاء الختام تعطره المودة والوئام عليكم سادتي طاب السلام عليكم سادتي طاب السلام من البدء إلى يوم النهاية إلى يوم النهاية وأثني معرخا أسبوع الإمامة بدورته الثانية فأقول عرّج على طف يفيض مغانية عرّج على طف يفيض مغانية وانهل من الساق العظيم معانيا فهنا أبو الفضل المتوّج للإبا خط الوفاء ملاحما وتفانيا قد ذاب في معنى الإمامة مذبدا بدرا على أفق المودة قانيا ولذاك أسبوع الإمامة هاهنا بدءا تجلّ ثم ثنّ دانيا ليشع منهاج الأئمة راشدا ومربّيا ولكل فرد بانيا يحدو بأمة أحمد نحو الظرى ولحفظها يبقى عليها حانيا ولذا أقول لمن أتانا موقنا سيكون من ثمر الولاية جانيا يا من وفدت على المكارم والإبا يا من وفدت على المكارم والإبا اربع وكن في ظل والدكهان يا زد آخر الساقي وأرخ قائلا ليطل أسبوع الإمامة ثانية زد آخر الساقي وأرخ قائلا ليطل أسبوع الإمامة ثانية 1445 وختاما أختم مؤرخا حفل ختامي هذا الأسبوع المبارك فأقول ببسم الله أبدأ بالكلام وأحمده وأشكر بانتظامي أصلي بعد ذا وعلى المفدى وأعني المصطفى خير الأنام أصلي بعد ذا وعلى المفدى وأعني المصطفى خير الأنام كذاك على بنيه أنا أصلي وذا فرض يطبق باحترامي فليس سواهم يشفي غليلي وليس سواهم يروي هويامي ومن روض الإباه وظلال ساق كفيل حامل للوى الإمامي أرحب بالذين أتوا سراعا لأسبوع الإمامة بالوئامي أقول طبعا عن لسان من يرعى هذا المؤتمر وعن لسان خدمة أبي الفضل العباس أقول أقول نزلتم سهلا وأهلا حللتم في ربوع للكرامي أقول نزلتم سهلا وأهلا حللتم في ربوع للكرامي وقد نلتم بهذا الأمر فوزا بلغتم بالهدى أسمى مقامي وها أنا ناظم لكم بود تباشير الولاية في سلامي وأسبوع الإمامة قد تهادى ليختم في سنة البدر التمامي وها أنا في مدى مولايا أشد وأهزج مادحا حامل خيامي أقول له أيا عباس إنا على مسراك في حفظ الذمامي أحسن الله إليكم وها أنا وها أنا في مدى مولايا أشد وأهزج مادحا حامل خيامي أقول له أيا عباس أيا عباس إنا على مسراك في حفظ الذمامي أيا عباس يا رمز التفاني ويا روح الإخاء بلا خصامي ويا كف الوفاء وكف جود وكف التضحيات على الدوام رعيت مثنيا أسبوع فخر على رغم العواذل واللعام رعيت يا أبا الفضل رعيت مثنيا أسبوع فخر على رغم العواذل واللعام وكل شاكر أفضال كف سق الوفاد إذ لم يبق ضامي وكل شاكر أفضال كف سق الوفاد إذ لم يبق ضامي وأسبوع الإمامة طاب نشرا بثاني دورة يبنى الهمام وأنت تديره لا نحن جزما يؤيد جمعنا حتما كلامي هو الراعي وهو المدير نحن خدم وأنت تديره لا نحن جزما يؤيد جمعنا حتما كلامي أيا بحر المكارم حيث تسري أيا بحر المكارم حيث تسري ويبنى المجد والرهط العظام وياما فيه تأطأ عن بيان لأسبوع الإمامة كل هامي أيا بحر المكارم حيث تسري ويبنى المجد والرهط العظامي ويا من فيه تأطأ عن بيان لأسبوع الإمامة كل هامي بأول جمعنا بأول جمعنا أرخ بطيب وصلنا بالهدى حفل الختام بأول جمعنا أول جمعنا الجيم بأول جمعنا أرخ بطيب وصلنا بالهدى حفل الختام 1445 للهجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم وطيب الله أنفاسكم وجعل هذا التأريخ مديدا عميما إن شاء الله لا ينسى ونحن في المولى الذي ختم وحفر الولاء والإباء وخادم السلطان سلطان جعلك الله سلطانا إن شاء الله شكرا جزيلا أستاذ علي أيها الكرام أيها الأحبة وفقكم الله جميعا لأن تنالوا نعمة التقرب من النور أكثر ولأن نخدم علميا ثقافيا أدبيا وبكل المضامير الآل الكرام عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام وهذا هو ما في حفلنا وفي حفل الختام الشكر الجزيل والثناء الذي لا ينقطع لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة العلامة السيد أحمد الصافي دام عزه والسيد الأمين وأساد أعضاء مجلس الإدارة ولكل ملاكات العتبة وعلى رأسهم الحاضرين جميعا الذين حضروا وقدموا علينا ووفدوا على الكريم المولى أبي الفضل العباسي سلام الله عليه على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في إنجاز علمي ولائي قادم في السنة القادمة أيها الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخير العباس لا ينتهي وفضله وبركته نتوجه جميعا إن شاء الله إلى مضيف العتبة العباسية المقدسة لنتناول البركات من غذاء المولى أبي الفضل العباس السلام عليكم اشتركوا في القناة